اهلا وسهلا فيكم من جديد وصلنا هلأ لفقرة الأطفال الفقرة اللي بتهتم وبتركز على مواهب الأطفال ومعانا اليوم أربع مواهب كتير كتير رح تبسطوا لما تسمعوهم معانا في البداية بدي أرحب بدون عازر وموهبتها الغناء ومعانا كمان لين أيمن تيسير وموهبتها الإقاع زي ما أنتوا شايفين وكمان معانا هبة أيمن تيسير وكمان موهبتها الإقاع ومعانا كمان مي عنابي وموهبتها كمان الإقاع اليوم يعني رح تستغرب شوي نحن معانا ثلاثة إقاع ولكن هم مجموعة مشكلين مجموعة بيعملوا فيها تشكيلات إقاعية مضبوط تمام أول إشي بدي أبلش معاكي دونا صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ دونا من أمتى أنت بتغني؟ من عمري ثلاث سنين من عمري ثلاث سنين طب كيف من اكتشف أول؟ ماما ولا بابا كيف عرفتوا؟ صوتك حلو كنا يعني رحنا على الشام فأنا زي كانت في واحدة عم بتغني فرحت غنيت معا فبابا اكتشف الموضوع وماما حلو وبتحب تغني بتتدربي دايما؟ بتشتغلي على صوتك بتتمرني وين بتتدربي بالعادة؟ بتتدربي بالميوزيك هاوس وكمان بشارك بمركز زهر الموسيقية مع فرقة زهر الموسيقية؟ اه متير حلو طي بدي أنت إلى لين؟ لين أدي إليك تعزف إيقاع؟ اه تقريبا سنتين سنتين؟ أنت بتحب الإيقاع؟ ليه خترتي؟ يعني ليه خترتي الإيقاع؟ مع أنه مثلا نحنا بنعرف إنه الإيقاع الأغلب اللي بيعزفوه خلينا نقول الأولاد بمرحلتكم العمريية الأولاد بيختاروه أكتر من البنات صح؟ حلق حبينا إنه إنه زي نعطي جولة الناس إنه كمان نفرجيهم إنه زي البنات كمان بيقدروا يعملوا أشياء زي من الأولاد بيعملهم يعني بلشنا من الأول بدنا المساواة؟ طيب، وهي ما حبيبتي؟ وين تدربي إنتي على الإيقاع؟ بميوزيك هاوس بميوزيك هاوس، كتير حلو، طب مي بدربكم؟ إيش اسم الأستاذ؟ أستاذ أحمد جراح أحمد جراح، طيب، إنتي ليش خترت الإيقاع هيبابدي؟ أرجع أسألك نفس السؤال ليه حبيت الإيقاع؟ ليه مثلا ما خترتي بيانو؟ أكتر البنات بيختاروا بيانو؟ كمان في ناس بختاروا، ليه ما خترتي؟ ليه خترت الإيقاع؟ إيه دقة حلوة طبعا أنا بدي أصبح لوالد هيبا ولين، الدكتور أيمن تايسير بدي أوجه له تحية وأصبح عليه، وهيك بنقدر نحكي إنه فرخ البط عوام هم بيسووها مضبوط، يعني أنتو بتحبوا الموسيقى زي بابا؟ أه تحبوه، يعني هو حبابكم أكتر بالموسيقى؟ أه أه، وبتسمعكم، وبقولكم دائما شو الجديد عندكم؟ دائما، أه؟ دائما طيب، نيجي هلأ لميع النابي، مي أنتي أدي إليك بتدرسي بالإيقاع؟ يعني تقريبا سنة ونص حلو، وبالموسيقى أنت ببيت الموسيقى كمان بتدرسي إيقاع، إليك سنة ونص؟ طب كيف اكتشفت أنك بتحبي هاي الآلة؟ يعني شفت حدا معين مثلا بعزف على آلة الإيقاع، وحبيت أنك تصيري زيو؟ ولا أنت هيك خطر ببالك؟ لا أمو، أنا بلشت بالمدرسة شوي، بعدين، لقيت أنه بميوزيك هاوس أنه في طبلة، فروحي تجربت فحبيتها أكتر من من بقية الآلات، في حدا فيكم درس آلة تانية غير الإيقاع؟ ماذا درستي؟ بيانو هلأ بتأخذي دروس بالبيانو؟ بطلت بطلت، خلص على الإيقاع ضليتي، حبيتي أكتر؟ كتير حلو عموما، طيب، سرعيكم بلش مع دونة، ايج ديك سمعين دونة؟ بأطفلك بس هالمرة يا، استعمل المايك، يا نسمع بأطفلك بس هالمرة هالمرة بس آبكرة آبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرة وبس ولا بدي شي بعض إلا داريك بيتي بيصير وعد لما بحكيك يا ويل عيوني كيف بتندح لك مثل المجنوني؟ بتصير تقلك بيطفلك بس هالمرة هالمرة بس آبكرة آبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرة وبس برافو دونة، كتير حلو برافو عليك طيب، ننتقل للإيقاع هيك راية، هلا إيش تسمعونا إنتو؟ عمليين الجروب، إيش ديك سمعونا يا؟ بنا نسمعكم مجموعة من الإيقاعات، ركبناها مع بعض حلو، كتير حلو، يالله، ننبلش، مين اللي يقود الفريق هون؟ نعم، تلير مي تلير مي تلير مي إنسان حلو، تمام، كتير حلو، كمًا دي أزاقفلكم شطريا؟ تلير مي لينا نحكي هيك ماي، أيش كان لك مشاركات؟ أين شاركتي؟ شاركتي بحفلات من قبل؟ أه أين؟ يعني بكثير محلات يعني بيت الموسيقى مثلا بيعمل لكم حفلات بتشاركوا فيها؟ أه شاركتي ما بتخافي هيك من الجمهور لما تكوني طالعة ويكون في كثير ناس عم بحضروك؟ ما بتخافي؟ بتحبي تكون هيك تدقي إقاع قدام الجمهور؟ أه حلو، طب وهيبا بدي أسألك نفس السؤال أه، أين شاركتي؟ بميوزيك هاوس بميوزيك هاوس برضو بالحفلات ما عندك مشكلة مع الجمهور؟ ما بتخافي ولا شوي؟ تحبيها للطبلة؟ كتير؟ ما بتفكري تتعلمي على آلة تانية غير الطبلة؟ أبدا؟ خلص، بس بدك تضلي على الإقاع طب بتفكري، بتفكري لين بتفكري لين إنك تدرسي آلة أخرى إنك تعزفي على آلة تانية؟ ما بتفكري؟ أبدا؟ ولا زي بابا عود مثلا؟ أو قانون مثلا؟ هلا أنا هو بابا قالي إنه كمان شوي بس أكبر بصير أه ممكن تصيري إيش إيش حبة تعزفي زي بابا عود؟ لا قانون قانون؟ حلوة، بس القانون أم تقليك تقدري تبلشي؟ تلتاش أو تلتاشر، تلتاشر سنة، كتير حلو طب هبا، أعزفينا إش هيك، دوقينا شوي إش لحالك، إيش تعرفي؟ هيك إشي صغير؟ البلدي يا بلدي برافو عليكي، طيح نرجع إلى دينا، دينا عم تدرسي آلة تانية غير الغناء؟ آه، آه، اه إش بللشتي تدرسي؟ بيانو، حابة البيانو؟ حلو البيانو لأنك تستطيع التعسف و تغني مع بعض سيساعدك أكثر على الغناء مع مين تدرسي غناء؟ غناء بالميوزيك هاوس مع أستاذي أيمن عماري مع أستاذ أيمن عماري طبعا عندي أصبي حلاء وجهله كمان تحية طيب، ماذا تغني لن تسمعين لنا إشي تاني لنا؟ ماذا تحضرتي لنا؟ شوف 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 يأ خدي نفس شوي شوي شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف لا بد تراضيني ولا بد تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني لا بدي ترضيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني إنساني 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 عمل معروف برافو دونا كتير حلو كتير حلو أنا كتير انبسطت معكم اليوم وبتمنى لو هيك أكتر أكتر نضل قاعدين ونسمعكم بس للأسف فقرتنا خلصت اليوم بدي أشكركم دونا عازر وبدي أشكر كمان هبا أيمن ديسير وبيدي أشكر كمان مي عنابي بدي أشكركم كتير على وجودكم معنا وإن شاء الله كمان تيجوا مرات تانية